لدى تسلم سموه لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على المستوى المهني والرقابي المتميز الذي يتصف به عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية وبما حققه من نقلة نوعية في أداء دوره الرقابي ومساعدة الحكومة في الحفاظ على الموارد المالية من خلال التعرف على المخالفات والتجاوزات والهدر في المال العام مشيدا سبوه بجهود رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والكوادر العاملة في الديوان وأكد سموه أن الحكومة تبنت العديد من الإجراءات التي تكفل تحقيق أقصى درجات الرقابة على أوجه صرف المال العام والاستخدامها بشكل يكفل أقصى استفادة منها لافتا سموه إلى أنه لا تهون مع العبث بالمال العام فهو ملك دولة وحق شعب والأدوات القانونية والدستورية المعمول بها في الحكومة كفيلة بالتصدي لأية ممارسات تخرج بالسخدام المال العام عن النطاق القانونية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي رفع لسموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوية لعام 2014-2015 وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الهام الذي يطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في دعم جهود الحكومة نحو صون المال العام وترشيد انفاقه ونوه سموه بالممارسة الفاعلة للديوان في مجال الرقابة والسناده إلى القوانين والتشريعات التي تنظم عامله بسلوب متطور أسهم في تحسين أدائه كثيرا من الجهات الخاضعة له وقد أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه قد تشرف بتقديم التقرير الثاني عشر إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء منوه أن بالاهتمام الذي يليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذ الملاحظات الواردة في تقاريره للجهات الخاضعة للرقابة على تنفيذ التوصيات والملاحظات التي ترد في تلك التقارير وهو من عكس إيجابيا على سرعة تنفيذ هذه التوصيات وأكد الجلاهما بأن التزام الجهات الحكومية بتنفيذ توصيات الديوان سيؤدي إلى مساعدتها على تطوير أدائها وأدارة أعمالها بإسلوب مؤسسي يسند إلى القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لشؤونها وأكد ساعدته على السبرار الديوان في مسيرة التعاون مع الحكومة في طار ما تقتضيه المسرحة العليا للبلاد ووحدة الهدف المشترك من أعمال الرقابة التي يطلع بها على تنفيذ الأجهزة التنفيذية بالدولة ترجمة نانسي قنقر